بعد 17 عاماً قضاها مقاتلاً في أفغانستان والعراق وسوريا مروراً بسجن رومي طويت الصفحة الأخيرة من قصة أبو همام الشامي القائد العام الأسبق لجبهة النصرة إثر غارة جوية نفذتها طائرة تابعة للتحالف الدولي على إدلب مقتل أبو همام جاء بعد يوم واحد على مقتل المتحدث باسم جبهة النصرة أبو فراس السوري لتتلقى الجبهة ضربتين متتاليتين على الرأس عرف أبو همام الشامي بمسيرة جهادية حافلة بدأت بسفره إلى أفغانستان بين عامي 98 و 99 ضمن ما عرف بظاهرة الجهاديين العرب وبايع أنذاك أسامة بن لادن بعد دخول قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة إلى أفغانستان عام 2001 وانسحاب القاعدة إلى مواقع جبلية أرسله التنظيم إلى العراق قبيل السقوط بغداد بيد القوات الأمريكية عام 2003 اعتقلته السلطات العراقية وسلمته إلى السلطات السورية ثم أطلق صراحه لعدم ثبت جرم في حقه إلا أن الأمن السوري اعتقله مجددا عام 2005 ضمن حملة أمنية واسعة ضد متهمين بأعمال إرهابية وتنظيمات متشددة في عام 2008 دخل لبنان بمرافقة الكويتي أبو طلح الدوسري قادمين من سوريا إلا أن استخبارات الجيش اللبناني أوقفتهما بجرم الدخول خلصة قبل أن يتبين في التحقيقات ارتباطهما بالقاعدة وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات قبل أن يخرج من سجن رومي عام 2012 إثر انقضاء محكوميته وعندها توجه إلى سوريا مجددا ليتولى منصب القائد العسكري لجبهة النصر وكانت معلومات قد تحدثت قبل نحو عام عن مقتله بانفجار وقع في ريف إدلب الشمالي إلا أنه تبين أنه أصيب بجروح ثم تعافى وقد جرى التكتم على هذا الأمر بهدف التمويه وإبعاد الأنظار عنه موسيقى